بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عزائي الطلاب والطالبات أهلاً وسهلاً بكم في درس من دروس مادة لغة الجميلة للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني سوف أكون معكم بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس لنستذكر سوياً ما درسناه في درسنا السابق الخطوات الخمس الاستراتيجية القرائية سوف نأخذ نصاً ونحاول أن نطبق ما تعلمناه في الدرس السابق وقبل أن أبدأ في عرض هذا الدرس نتعرف سوياً على أهم أهدافه وهي يهدف درسنا لهذا اليوم إلى أولاً أن يتعرف الطالب على الاستراتيجية استراتيجية القرائية الخطوات الخمس بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ درسنا لهذا اليوم نلاحظ عنوان درسنا استراتيجية الخطوات الخمس نحن نتبع هذه الاستراتيجية عندما نريد أن نقرأ النص قراءة واعية قراءة تمكنني من حفظ ما في داخل هذا النص من معلومات وأفكار رئيسية أستخدم أستخدم الخطوات الخمس وهي أولاً أستطلع ثم أسأل ثم بعد ذلك أقرأ ثم أستذكر وأخيراً أراجع هذه هي الخطوات الخمس استراتيجية قرائية مهمة سبق وأن درسنا الخطوة الأولى والثانية والثالثة سوف نكمل إن شاء الله في هذا الدرس الخطوة الرابعة والخامسة ماذا نعني بأستطلع؟ أستطلع تعني أن أذهب إلى النص وأستطلع أهم أفكاره الرئيسية أقرأه قراءة سريعة أتعرف على ما في داخله ثم بعد ذلك أضع أسئلة وعناوين للفكرات داخل النص ثم أعود وأقرأ النص مرة أخرى قراءة واعية لأتأكد من مناسبة الأسئلة التي كتبتها للفكرات داخل النص أنتقل بعد ذلك إلى أستذكر وأراجع وهو ما سنتعرف عليه في درسنا لهذا اليوم حتى تستطيع أن تصوغ أسئلة جيدة على النص عليك أن تتذكر هذه المفاتيح المهمة للأسئلة أين ويسأل بها عن المكان كم ويسأل بها عن العدد أو الكمية كيف ويسأل بها عن الطريقة أو الكيفية من؟ وهي للسؤال عن الفاعل العاقل لماذا يسأل بها لبيان السبب؟ ما؟ وتأتي غالبا للسؤال عن الفاعل غير العاقل الاستراتيجية القرائية الخطوات الخمس سبق وأن تعرفنا على ثلاث خطوات منها وهذه هي الخطوة الرابعة أستذكر بمعنى أن أجيب عن أسئلتي من ذاكرتي نلاحظ أعزائي الطلاب والطالبات في أعلى هذه الشاشة يوجد رابط رقمي للدرس بإمكانك أن تعود إليه وتستفيد مما وضع في داخله إذن نحن الآن وصلنا إلى الخطوة الرابعة من خطوات الاستراتيجية القرائية الخطوات الخمس الخطوة الرابعة كما ذكرنا هي أستذكر وتعني أن تجيب عن أسئلتك من الذاكرة الخطوة الخامسة أراجع أي أراجع إجابتي وأقارنها بالنص لأتأكد أنها صحيحة إذن هاتين الخطوتين هما من الخطوات الخمس أستذكر بمعنى أن أقوم بإغلاق الكتاب الذي يوجد بداخله هذا النص ثم أجيب عن الأسئلة التي دونتها من الذاكرة ثم أنتقل بعد ذلك إلى الخطوة الخامسة وهي أراجع وتعني أن أعود للنص وأقارن إجابتي بما كتب داخل النص إذن كما نلاحظ هذا النوع من الاستراتيجيات القرائية مهم جدا لاستذكار المعلومات وحفظها حيث أنك تقوم بعدة خطوات تستخلص من خلالها أهم المعلومات داخل هذا النص وتدون عليه أسئلة وتجيب عنها من الذاكرة أقرأ النص الآتي ثم بمشاركة مجموعة أنفذ المطلوب أدنى النص بعنوان النوم صحة إذن سوف نقوم الآن بقراءة هذا النص ثم بعد ذلك سوف نطبق عليه الخطوات الخمس النوم صحة يلعب النوم دورا مهما في تنمية عقل الإنسان إضافة إلى تأثيره المباشر في السعادة حيث تظهر الأبحاث أن النوم يؤثر في اليقظة والانتباه والأداء المعرفي والمزاج والمرونة واكتساب المفردات والتعلم والذاكرة كما يسهم النوم في النمو خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة فالطفل الذي يعاني نقصا من النوم يمكن أن يتأرجح بين أن يكون غاضبا وفرطا نشاط ويمكن أن يؤثر النعاس أيضا في قدرة الطفل على الانتباه مما يؤثر في أدائه بالمدرسة بعض النصائح لتعزيز النوم الجيد أخذ حمام دافئ إبقاء الأضواء خافتة حيث يشجع ذلك الجسم على إنتاج هرمون النوم الميلاتونين تجنب الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل حيث يمكن أن تؤثر الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية وأجهزة التلفاز في مدى سهولة النوم يجب أن تكون غرفة النوم مناسبة وهادئة ولا ننسى ترديد أذكار النوم الواردة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إذن أعزائي الطلاب والطالبات هذا هو نص النوم صحة باستطلاع هذا النص في الخطوة الأولى اكتشفنا أن النص يتكون من ثلاث فكرات إذن سوف نذهب الآن ونكتب عنوين لكل فكرة من هذه الفكرات التي جاءت في النص إذن يتألف نص النوم صحة من ثلاث فكرات تنطوي كل فكرة منها على فكرة رئيسة عبر الكاتب عنها تعبيرا واضحا أحدد الفكرة الرئيسة لكل فكرة من بين الأفكار الآتية لاحظ معي هذه الأفكار الرئيسة التي جاءت داخل النص وهي هنا في هذا الجدول غير مرتبة عليك أن تقوم بتحديد كل فكرة وماذا تناسب من فكرات النص أولا وسائل تعزيز النوم الجيد ثانيا تأثير النوم على تنمية عقل الإنسان ثالثا سلبيات قلة النوم في مرحلة الطفولة هذه هي الأفكار الرئيسية للنص الذي قرأناه واستطلعناه هذه الفكرة أو عفوا الفكرة الأولى تناسب أي فكرة من فكرات النص كذلك الفكرة الثانية تناسب أي فكرة من فكرات النص عد للنص واستطلعه جيدا حتى تستطيع أن تقوم بترتيب هذه الأفكار إذن نقول وسائل تعزيز النوم الجيد هذه الفكرة هي فكرة رئيسة جاءت في الفكرة الثالثة تأثير النوم على تنمية عقل الإنسان تحدث عنها في النص في الفكرة الأولى سلبيات قلة النوم في مرحلة الطفولة جاءت هذه الفكرة في الفكرة الثانية إذن الآن طبقنا خطوتين من خطوات الاستراتيجية القرائية الخطوات الخمس استطلعنا النص ثم حددنا الأفكار الرئيسية لكل فكرة من فكراته المطلوب الآن أضع سؤالا حول كل فكرة أجيب عن كل سؤال من ذاكرتي أراجع النص للتأكد من صحة الإجابات وتعديلها وفقا لذلك إذن سوف نكمل هذه الخطوات أولا سوف نقوم بوضع سؤال حول كل فكرة وذكرنا عندما تكلمنا عن طريقة صياغة الأسئلة على الفكرات بأن عنوان الفكرة يصلح أن يكون سؤالا إذن حول هذا العنوان إلى سؤال ثم أجب عن هذه الأسئلة من ذاكرتك أي بمعنى أن تغلق الكتاب ثم تعود لتراجع الإجابة مع ما كتب داخل النص كل هذه الخطوات سوف نقوم بها في الجدول كما يظهر أمامك الآن على الشاشة لاحظ معي جيدا هذه هي الفكرة الأولى التي جاءت في النص بإمكانك أن تستطلعها مرة أخرى ثم تدون سؤالا مناسبا لها نلاحظ بأن هذه الفكرة تتكلم أو تتحدث عن النوم وكيف يؤثر في تنمية عقل الإنسان إذن ما هو السؤال المناسب وكيف يؤثر النوم على تنمية عقل الإنسان المطلوب الآن أن تجيب من الذاكرة كيف يؤثر النوم على تنمية عقل الإنسان ورد في النص بأن النوم يؤثر على تنمية عقل الإنسان لأنه يؤثر على اليقظة والانتباه فعندما تتأثر اليقظة والانتباه فإن هذا يعني بأن ما سيكتسبه العقل من معلومات سيكون أقل لذا فهو يؤثر على النمو العقلي مستقبلا إذن بإمكانك أن تدون إجابتك الآن من الذاكرة داخل الجدول نقول يؤثر النوم على اليقظة والانتباه والأداء المعرفي عندما نعود للنص مرة أخرى لنقارن هذه الإجابة بما ورد في النص قد تختلف قليلا ولكن ينبغي أن تكون إجابة صحيح لابد أن يكون الإختلاف شيء بسيط لأنك لابد أن تجيب عن السؤال إجابة صحيحة قد نضيف بعض المعلومات أو بعض الكلمات على إجابتنا عندما نقوم بتعديل الإجابة أثناء فتح الكتاب أما أن نقوم بتعديل الإجابة كاملة فهذا يعني أنك أجبت إجابة خاطئة وأن عليك أن تعيد قراءة النص مرة أخرى حتى تستوعب ما ورد فيه إذن نكتب الإجابة بعد مراجعة إجابتنا مع النص فنقول النوم يؤثر في اليقظة والانتباه والأداء المعرفي والمزاج والمرونة واكتساب المفردات والتعلم والذاكرة إذن إذا كان النوم يؤثر على كل هذه المهارات العقلية فهي بالتأكيد تؤثر على نمو العقل عند الإنسان أنتقلوا معكم إلى الفكرة الثانية وهذه هي الفكرة الثانية كما تلاحظونها أمامكم سوف نقوم أيضا بكتابة سؤال مناسب لهذه الفكرة ثم نجيب عنه من الذاكرة ثم ندون الإجابة كما وردت في النص نلاحظ بأن هذه الفكرة تتحدث عن فوائد النوم وتأثيره على الطفولة المبكرة إذن ما هو السؤال المناسب لهذه الفكرة نقول ما سلبيات قلة النوم في مرحلة الطفولة المبكرة أيضا نجيب من الذاكرة ما هي سلبيات قلة النوم في مرحلة الطفولة المبكرة إن من أهم هذه السلبيات التي قرأناها أنها تجعل الطفل غاضبا وفرط الحركة والنشاط أيضا إذن هذين أو هاتين سلبيتين من السلبيات التي يسببها قلة النوم ندون هذه الإجابة من الذاكرة في الجدول الغضب وفرط النشاط وعدم القدرة على الانتباه بالعودة إلى الفكرة من النص ندون إجابة أشمل عن الإجابة التي كتبناها فنقول الطفل الذي يعاني نقصا في النوم يكون غاضبا وفرط النشاط وغير قادر على الانتباه وهذا يؤثر في أدائه بالمدرسة بنفس الطريقة أنتقل معكم إلى الفكرة الثالثة نلاحظ هذه الفكرة التي تتحدث عن النصائح أو بعض النصائح لتعزيز النوم الجيد إذن أكتب سؤالا مناسبا لهذه الفكرة ثم أجب من الذاكرة السؤال ما وسائل تعزيز النوم الجيد؟ أجب من الذاكرة مما قرأته في النص ما وسائل تعزيز النوم الجيد؟ من الأشياء التي ورد ذكرها في الفكرة السابقة ترديد أذكار النوم كذلك ابقاء الإضاءة خافتة داخل غرفة النوم كل هذه من الأشياء التي تساعد في النوم وتعزز عملية النوم لدى الإنسان نجيب من الذاكرة فنقول أخذ حمام دافئ ابقاء الإضاءة خافتة تجنب الأجهزة الإلكترونية عندما أعود لأقارن إجابتي بإجابة النص سوف أضيف عليها بعض المعلومات فتكون الإجابة بهذا الشكل أخذ حمام دافئ ابقاء الإضاءة خافتة تجنب الأجهزة الإلكترونية ترديد أذكار النوم أعزائي الطلاب والطالبات تدربنا في هذا الدرس على طريقة الاستراتيجية القرائية الخطوات الخمس استطلعنا النص ثم قمنا بوضع عنوان وعناوين جانبية لأفكاره الرئيسة وقمنا أيضا بصياغة عدد من الأسئلة ثم أجبنا عنها من الذاكرة ثم بعد ذلك قارننا إجاباتنا بما كتب داخل النص هذه هي استراتيجية الخطوات الخمس وهذا هو آخر ما في درسنا لهذا اليوم ألقاكم إن شاء الله في درس قادم أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته